بعدما كانت الأسلحة وحدها تتكلم في بانجي أصبح الوضع شبه مستقر الآن سكون تتخلله طلقة نارية تذكر الساكنة بأحداث مضت أحداث مزقت أوصل البلاد التي كانت تتخبط بين الفوضى والاقتتال الطائفي لأكثر من سنة إعادة افتتاح المحلات التجارية بمنطقة الكيلومتر خمسة المعروفة سابقا بالتوتر الطائفي وانعدام الأمن تبعث في نفوس سكان المنطقة شيئا من الطمأنينة بعد الأحداث التي وقعت هنا ببانجي بدأ الناس بتفادي القدوم إلى منطقة الكيلومتر خمسة لما تعرفه من اقتتال طائفي الآن لا يوجد شيء نخاف منها لقد عدنا إلى متجرنا والأوضاع استقرت هنا في هذه المنطقة حيث اجتمع المسلمون والمسيحيون لاغين كل الفوارق الدينية في دعوة للسلام وسط جو خلل من كل التوترات يساعد بعضهم البعض لإعادة إصلاح المرافق العمومية الكل يتفادى زيارة هذه المنطقة بسبب عدام الأمن لكننا لم نواجه شيئا منذ قدومنا هنا ولم نلاحظ شيئا نحن نشتغل بالمنطقة مع مسلمين ومسيحيين رئيس المجلس الوطني الانتقالي لإفريقيا الوسطى أكد على أن الوقف الفوري للأعمال العذائية منوط بالامتنع عن أي عمل عسكري أو أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين والعسكريين واحترام حقوق الإنسان وكذا شجبوا جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي كما حث على الامتنع عن جميع الأعمال التي قد تخرب الجهود الرامية إلى احترام روح الأخوة والوفاق الوطني دعوة من شأنها فض شريعة الغاب السائدة بالبلاد وإلغاء الفسد وحقن إراقة الدماء تطبيق الأفواق